بس عايز سألك الأول في الأول يعني رأيك كيف الحكاية بتاعت كوندوسي وأمير التوفيق والأهلي واللي بيحصل ده رأيي إن هي حكاية وكرة ده ما تقيل رقم واحد رقم اتنين إنه حسب شعبيتك دلوقتي بقى التريند بروح فين يعني أمير توفيق مش من الناس اللي عندهم شعبيت تسألني ليه يا أقولك يا كده جاب لعيبة في لعيبة نجحت لعيبة ما نجحتش لعيبة جات لعيبة ما جاتش يختلف أو يتفق عليه البعض لكن هو مش من الناس اللي كان عندها ظهير جماهيري سواء على السوشل ميديا أو حتى في الشهر لا لها سبب لها سبب إنه راجل برضو مش بتاع السوشل ميديا قوي مش بيقضي يكتب حاجات على السوشل ميديا مش بيغازل الجمهور مش بيطلع في القناة كتير فأدم أنت ملكش كل شوية بتلعب في الحتة ديت فالناس ممكن بقى تقول شوية كانت خالد بيبو كده مثلا كانش يزهوره كان أولي الأول وبعدين لما كان يهاجم أمير توفيق بصراحة يعني أنا أقولتها أحد لانش في حد بيرد مكانه صحيح شيل الليلة ده جزء من اللي تسبب في إنه الراجل ما عندهش شعبية فمع وجود بعض الأزمات دائما مين كابش الفي ده هو أمير توفيق وعلى الرغم إنه نجاح أو عدم نجاح منظومة التعاقد مع لاعب هي منظومة كابلة جوه النادي من أول الكابتن محمود الخطيب لحد أظهر حد شغال في لجنة التعاقدات في النادي الأهلي ومن ثم بعد كده جوه الفرقة بقى الراجل بقى المدرب كويس على الفكرة واللعيب كويس ويجي جوه الفرقة ما ينجحش حصرت ملاعبة كتير إذن هزهر فرقة المدريد الراجل جي ممدرب كويس واسم كويس فرقة كلنا وورا وهو ما قدرش يشتغل مع لاعي المدريد ثم القصة بقى جاية منين جاية من إنه الناس مش فهمها طبيعة التعاقدات التعاقدات واللي اشتغل في التعاقدات عارف ده كويس دايما اللعيب بيجي من بلده اللعيب أفريقي أو اللعيب عربي أو أي حد بيجي من بلده بيجي معه وكيل بلدياته وكيل بلدياته بنقولها بشكل بسيط عشان توصل للناس فمين اللي عنده كونيكشنز أكتر بالأندية في الدور اللي رايحه وكيل تاني من البلد التانية فدايما بيجي الوكيل اللي هو الوكيل بتاع اللعب الأصلي بيدور على وكيل تاني بيعرف بالبلد برضو ودخله النادي دي بتحصل في الأهلي وفي الزمالك وفي بيرامدز وفي كل الأندية مغالبا في ريال مدريد وفي كل أي نادي في الدنيا أي نادي في الدنيا بيعنده وكيل واثنين مش قزمة أبدا بقى في بعض الناس بيقولك ده الوكيل اللي شغال مع اللعب سنة واثنين وثلاثة وفي وسيط الصفقة أو الوكيل اللي جي في الصفقة دي بس فاللي حصل بعد كده اللغباطة اللي حصلت إنه أحمد القندوسي كان يرغب كان يرغب إنه ينهي علاقته بالنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية في بداية وتأخر انتقاله لفرقة سيراميكا كريوباترا حتى على صعيد الإعارة بعد ما الأهلي قال له ما عنده لاش حبل تاني جلسة جمعته بوكيله في حضور وكيله الشركة الجديدة بقى وأمير توفيق وتقال التالي أحمد القندوسي قال له لا أنا عايز أعط في الاهلي مش هطلع مش هقبل أي عروض لا إعارة ولا بيا طب في عرض من الشمال القطري برقم جيد جدا للنادي الأهلي ورقم جيد جدا للعب بالمناسبة ضعف المية تقاداف سيراميكا والأهلي هيكسب فيه ضبر الرقم اللي دفعه بعد ما وافق رجع قال له أنا مش مشي أنا يععد فحصل جلسة تانية حصل فيها مشادة ما بين أمير توفيق وما بين أحمد قندوسي ووكيله إنه عايز تقعد ووكيله الشركة الجديدة نصر عايز تقعد قعد لكن الراجل توسيطه الفنية إن انت ما تبقاش موجود دلوقتي إن انت تكمل إعارة فعايز تيجي قعد لكن مش هتلعب وفي النهاية هتفضل قعد طول السنة لا أنت بتستفيد ولا لا بستفيد عايز تقعد خليك قعد لكن في نهاية السنة أنت لا تطلب تمشي برضو لأنك مش تلعب ودي تحصيط الرجل في النادي هو حصل مشادة بسبب الأمر ده ومن وقتها والأمور ليس بخير لأنه أحس إنه ما عمدش اللي في دماغه هو كان عايز يمشي الأهلي اللي يسيبه ياخد بقية عقده ياخد بقية عقده ويروح بقى النادي لعب مزاجه اللي هو مين؟ أين كان النادي تواصل معه مسؤولين في النادي الزمالك حصل مرة واثنين مش مرة واحدة مرة واثنين هل الرجل قعد واتفق؟ لأ ما عادش وتقعد وتكلم لكن ما اتفقش عايز يروح فين؟ الله أعلم بالنياته والأعلم بكرة يحصلين لكن هو الرجل كان عايز يمشي على صعيد الاستفادة الشخصية بتاعته كان عايز يمشي وياخد باقي عقده بالكامل اللي هو تلات سنين بنتكلم على رقم يتجاوز يعني قرب من مليون ستمائل عايز يجري في دي بقى عشان اوصل لقصة زين الدين بالعيد طيب فجت القصة والأزمة حصلت وبقى فيه الأمور مش بخير ما بين قندوسي وما بين لجلة تعاقدات في النادي الزمالك داخل قصة زين الدين بالعيد وطلعت تفصيلة ما بين قوسين انه حصل كلام ما بين زين الدين بالعيد وآحمد القندوسي الكلام ده طلع منين؟ طلع من ناحية زين الدين بالعيد مش من ناحيته من طرفه يعني مش من لعب نفسه انه قال له بلاشي الاهلي وهتيجي ممكن ما تلعبش وهتتأثر هيتأثر انضمامك للمنتخب الجزائر نفى القندوسي لمسؤول النادي الاهلي بعد كده انه قال الكلام ده ونفى بعد كده اعلامي انه قال الكلام ده ومن ثم انه طلع قال لا والله ده القصة أزمة وكلة القصة أزمة وكلة وهو ما لم يحدث طيب فيه ناس كتير طلع يتشككت في الامر وقال لك زين الدين بالعيد طلع أصل كاتب بالمصري طيب أصله زين الدين بالعيد طلع بيعمل كده محاباتا لأمير توفيق هو أمير توفيق لو جامد لهذه انه يخلي زين الدين بالعيد يطلع يجذب ووالده يجذب ووكيل له كان في الصفقة اللي ما تمتش يطلع يجذب طب ليه الصفقة ما تمتش ما كان أسهل بكتير ان هو يجيبه النادي لأهلي وما خلوش يروح سانت ترايدن ويروح بلديكوه ما لعبش بالعبشة أصلا الراجل فكلهو بهذه القوة ده لا أطعم في أمير توفيق النقاوي أو لا أنا بتكلم لو بهذه القوة والسيطرة على كل الناس دي عشان يخليهم كلهم يغيروا كلامهم فيهم واحد لدرجة لدرجة انه الراجل ينزل وهو على زمة نادي آخر ينزل أمر يؤكد انه لا كان فيه وكلا ولا كان فيه فرض وكلا ولا أي شيء مش بس كده طب أنا إيه مصلحتي مع النادي الأهلي عشان أجامل أي حد في النادي الأهلي بالعكس ده أنا لو الصفقة بازت بسبب مسؤولين في النادي الأهلي ففرصة وأنا بره دلوقتي ومتقاعد مع النادي تاني أطلب أقول إيه ده حصل وحصل أو أسقط خالص واسيب الناس كلها تقعد تشك وبعض الناس يعني زهب يعني خالهم وداهم بمصري وبتاع لا إنه هيجي السنة الجاية يا جماعة الأهلي جاي بأشرف دار المضي اللعيب الوحيد اللي الأهلي جابه هو عمر الساعي اللي جايبهم بعقد شراء يعني الراجل ده كمل 3-4 سنين فالأهلي هيجيبه بقى هيجيبه يلعب جنب أشرف واستحيل يجيب مدافع والانتخالات السيافية القادمة إن شاء الله ربنا أحيانا يعني موجودة يعني الأيام اللي ربنا أدينا العمر موجودة لا الراجل ليه مصلحة ولا جاي ولا أي شيء نهاية الأمر نهاية الأمر اختلف أو اتفق على أمير توفيق إنه ناجح أو لا لكن التفاصيل اللي أنا سرتهاي لجديد الوقتي وهي تفاصيل يعلمها أحمد القندوسي وشركته وأمير توفيق إنه ده اللي حصل بالزبط التفاصيل اللي سرتهاي لجديه هو خلاف تحول إلى ضغينة والضغينة تحولت إلى كلام دخل كله في بعضه وبعدين أنت بتتكلم على العيد بزميلك ليه وأخيرا زين الدين بالعيد الأولى ليه هو أمير توفيق وتبرئته أم زميله في المنتخب الجزائري أحمد القندوسي وهو على زم تنادي آخر عندهش أي فايدة طبيعي أحمد القندوسي ومع ذلك الراجل طلع مشكورا قال شهادة حق نهاية الأمر آخر حاجة فالكسر أنا معرفش أمير توفيق لأنك تعرف أنه هيطلق إعلاميا في أحد الأماكن يعني معرفش هو قالي الكلام ده أمير توفيق تقدم باستقالته مرتين في الموسم الحالي السنة الميلادية الحالية السنة الميلادية عشرين أربعة وعشرين أصلا؟ مرتين قبل الحدث قبل القصص دي خالص وأنا بسؤول عن كلام وكابة أحمد الخطيب رفض الأمر في المرتين وكان الكلام بعد ما نخلص القصص بتاعتنا والانتقالات دي نقعد نتكلم في يناير نقعد نتكلم إيه اللي هيتم أمير طلب اللي حصلت دلوقتي طلب إنه هو يسيب التعاقدات ويكمل كثير هو أو مدير تنفيذي لشركة الكرة وهو ما يقوب له بالربط أخيرا ظهور أمير نفسه إعلاميا كان متفق عليه ناس كتير تسألت هو ليه ما ظهرش على قناة النادي ظهوره إعلاميا كان متفق عليه من شهر وكان الاتفاق إنه يكون نهاية نهاية بعد المركات وما يقفل خمسة وعشرين يكون الظهور إعلاميا للرد على العديد من الأمور لكن اللي حصل في قصة تندوسي عجل بظهوره وأنا كتبت الكلام تلاتية إنه هو متفق قبل ما أي حد يعلم النوع هيظهر كتبت وقلت إنه اللي حصل ده هيعجل بظهور أمير إعلاميا للرد بعد موافقة النادي الأهلي بخروجه للرد على ما أثير خلال فترات الإعلامية